تصوير الفوتوغرافي والفيديو والأعراس والحفلات وهيك كل شي حلو يعني لما منحكي عن التصوير سباستيان لغسين مؤسس شركة كري أرت موجود معنا اليوم أهلا وسهلا فيك أهلا فيك شركة إلى كم سنة تأسست سبع سنين سبع سنين يعني عنا بفور عنا الأزمة وعنا أفتر صح صح من لما تأسستوا لليوم كيف كان هكذا التطور قدرتوا تتقدموا بالرغم من هالزروف قدرتوا تكملوا يعني كيف كان الحمد لله حمد لله أكيد متل كل المصالح متل كل المصالح بتتأسس صغيرة وبعدين عم نكبر شوي شوي أكيبات العمل كبروا الأكيبمان طبعا كبر اللوكيشنز كبروا تعددت اللوكيشنز كتير في لبنان وبرات لبنان نعم عم نحكي مناسبات طبعا غير من فكر بالأعراس بس يمكن عندكن غير مناسبات أيضا بتقوموا بتصويرا بتهتموا كمان بكل شي فيها أكيد شو أكبر شو؟ كليبات إيفنتات كل شي مهم كليبات شو بيفرق عن بعضهم لما بتكون عم بتصور لفيديو كليب أو لما بتكون عم بتصور لعرس صاروا بيشبه بعضا خاليا أو كيل؟ لكن ليس كثيرا لأن الكليب بس أككون عم نشتغل على كليب معي كل الوقت فيك تعيد اللقطة ثلاث أربع مرات خمس مرات عشر مرات قد ما بدك بالعرس ما فيكي خاصة لايف ممنوع الغلط يعني ما فينا نقول الفرس دانس ما زبطت ما فينا نقول الفوطة العروس ما زبطت نعم بدنا نعيدها مشوية تكون في تدريب قبل أو بتروح بشوفوا اللوكيشن تعملوا سكاوتين كيف ستصير مشكلة المحلات المحلات نحن مصورين فيها كزا مرة خلاص ما في داعي بقى ننزل أتقل وإذا في بلانينج للعرس مرتب وعمل نشتغل على على بلان مرتب ما في داعي ننزل أبدا سيباستيان تقنيات التصوير بتختلف من مناسبة لمناسبة يعني بالعرس شي بالكليبات يمكن ببيرتدي صغير يعني حسب شو بتختلف بتختلف كأكوب نحكي أو كالنوع كاميرات بكل شي بالعرس لك أنا أصعب شي بالنسبة لي هو العرس لأنه منرجع نقول لأنا عم نشتغل لايف ما فيه غلط العرس ما فيه غلط نهائيا بأي شغلة تانية البرزدي ما زبطت شغلة إضاءة مش مزبوطة شغلة أي شغلة صغيرة ممكن تنعاد بالعرس صعبة صعبة كتير وبالبرزدي في كتير اكوب منس ما منستعملون ما منستعملون المكسيموم واحد بيطلع بكاميرا وفلاش هذا المكسيموم بالأعراس لا بدك لايتس بدك رفلكترز بدك بورتبلز في كتير اشياء بناخدها على الأعراس لحنجو فيديو حضرتولنا يا سوا منرجع نعلى علي ممكن أن نتعرف أنه عادي سوف او صحيحات التحصيحة عراس نحس أنه عن جد صار مثل الأفلام يعني الأعراس ولما بنعمل هالأدتينج للفيلم العرس أديك منع بيتاخد بعين الاعتبار أديتينج للسوشيل ميديا昨 inflation ملايّا مع السوشيال ميديا؟ هلّا الريلز، السوشيال ميديا الريلز يعني هيدا متل ما شفتيه مش معمول بطريقة بتناعمل فيها الريلز الاكيبمان كتير عم بيساعدنا أول شيء إنو نصور صرنا للسوشيال ميديا نكون كتير مرتحين بالتصوير للسوشيال ميديا حتى الأديتينج تبع الموفي يعني بيكون للشخص مغيّر كتير عن أنا شو بشوف والفورما يمكن كمات؟ كلهم كلهم مغيّر، طبعا غير فورما كليا هل تحديث أوقات اثنان فيديوز؟ مش أوقات، عطول من نعمل اثنان فيديوز فيديو على زوقك وفيديو على زوق العرسان؟ تعرف العالم، صدقيني، يعني فيه ناس بتقول بديها ستوري بورد فيه ناس بتقول لا، أنا بدي شيء ترندي يكون نعمل أو ناس بيذهبوا على الكلاسيك أو غيره كتير مليان، يعني والمشكلة الأصعب يلي بيقلي أنا بدي الالد سكول هون المشكلة اليوم الترنز عم تتغير مانيتو صح بتصير فيه قصص جديدة أمور قبل كانت كلاسيكية اليوم عم تتغير شو أكتر ترنز حاليا ماشيين بالتصوير وبالفيديوز؟ الإيفاكس يلي بيعطونا لون البرونز هي ديوخة العالم نعم، سببا سينا بدي تتابع حديثة معك، راح أخد وقف ونرشع تابعين أم تي في ألايف وبفقرة إن تاون حديثنا كان مع سباستيان ألخسين مؤسس شركة كري أرت للتصوير، للإيفنت طبعا، سباستيان كنا عم نحكي عن أنه قدات ترنز بتتغير يعني اليوم كمان قدات السوشيال ميديا هي مسيطرة بين الفيلترز وبين كل شيء تكنولوجيا على التليفون بتأثر على شغلكون؟ يعني بتجربوا وتتأقلموا مع هالموضوع؟ أو كيف بتصير الأصص؟ بيضل موضوع التليفون بقلب التليفون تصوير شيء بس نشيله من التليفون على السيستام بينفضح بينفضح حلو، بقلب التليفون في كتير أبليكيشنز عم ينشغل عليها خاصة للريلز كنا عم نحكي فيهم بس ينشيل من قلب التليفون وينحط غير محل كليا على سيستامات الأديتينج المزبوطة بيبين أنه تليفون بيبين كتير أنه تليفون بيبين اللو ريزولوشن كتير كتير كنت عم تقالي أنه بتشتغلوا اليوم كمان تتتماشوا مع السوشيال ميديا يعني لما اليوم أشخاص عندهم عرصوا نتصور نعملوا أديتينج كمان بيحبوا أنه يكونوا عم بيستفيدوا من كل هالفيديوز أو الصور لا ينوضعوا على السوشيال ميديا قالوا نفرما خاص والريلز كيف تقدروا تعملون الأديتينج لا يطلعوا بها الأدي وقت قصير؟ أوكي أكيد فيه إلون فرماء محدد نعم الفيسبوك إلون فرماء محدد وإنستغرام إلون فرماء محدد كمان وهلأ تيك توك تيك توك كمان هلأ عامل قصته بالسوشيال ميديا كمان إلون فرماء مغير عنهم اتنايناتهم نعم بالريلز هي شغلتها أنه تكون قصيرة يعني شغلتنا ناخد المومنتس اللي لازم ينزلوا بالريلز نعملون ونشتغل عليها مكسمو 30 سنة تكون عام تفرجيكي بريفينج عن العرس كله سوا نعم بالأديتينج الأعراض أبدا لكم تلاحقوا من وين بتطلع ترانز التصوير؟ كيف تقدروا تلاحقوا؟ كنت عم تحكيني من شوية عن الولد سكول أنه في بعض الولد سكول موجودة وفي التصوير الجديد شو بيفرق عم بعضهم؟ كلاسيك أدتينج والترانزيشن والإفكتس اللي عم نحطوا الجديد نعم هيدا مثل هيدا الصورة اللي عم تشوفيها هيدا مانع ريالكالرز هيدا محطوطين عليها ألوان كل إنسان بيعمل البريسات اللي هو بيحبه اللون اللي هو بيشوفه اللي هو بيشوفه اللي هو بيشوفه هل تنسقوا مع اللايتينج؟ أكيد لأنه هون نشوف اللايتينج كتير قوي تصوير هو كله 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 إضاءة كل شيء بتصويره إضاءة لكن هل تنسقوا مع الإفانت بلانر لما بيكون عايمة الدكور وباللايتينج ما بيضيقكم؟ من نسق أكثر مع اللايتينج أوكي اللايتينج للدكور للدكور لأنه وإلا بتقدروا يعني يخرب شغلكم على الأخير صح إذا لم كان محضر هيدا الموضوع اليوم عم بتبلشوا تصوروا برات لبنان سيباستيان هذه شغلة كتير حلوة هل لأنه الوضع بلبنان منه منيح لأنه هون الصور عم نشوفهم بلبنان صح يعني بعضنا عم نعم بأعراس كبيرة بلبنان هيدا بلبنان أعراس كتير كبيرة فيه أعراس صغيرة وفيه أعراس كتير كبيرة يعني تفلتروا فينا نقول تغير الوضع شوي كيف صارت نسبينا؟ من 2020 2021 إلى 2022 نقلة نوعية أوكي هنا لدينا جدنا نقول أنه ما اشتغلنا نعم كلنا اشتغلنا كان رمي ناس عم يجوهم من بره يتجوزت ببنان؟ كتير هيدا اللي كان الاصاس هد مصد treขي وأعراس كبيرة ولا صارت غير؟ فيه كل شي العالم صارت عم تروح شوي على الاعراس الصغيرة بس عم يكون فيها مرتبة بيتظامف مرتبة عم يكون فيها مرتبة أو تصوير كتير مرتب بس عم يكون فيه cinstp نسمع بأعراس كتير كبيرة مثل ما كنا نسمع فيها قبل عدد معزيم كبير شوى صار بعيدة عن السماء بتسافروا مع العرسين اليوم تصار في كمان زوج مدني بره او عط حفلات عم تنعمل بره صح عم نسافر من زمان عم نسافر نحنا فتحنا بأبروس واشتغلنا كتير بأبروس وهلأ نحنا رح نكون بالفينزون لوكيتت بأبروس يعني كمان صح وراح نكون بالمونديال بالفينزون بكتر حلو عم نشوف هون بعض صور شفنا الدكار بالقرب والأول هلأ نشوف البيوتي شوى صح هني أكتر شي بهموا بفتكر العروس هل تنعمل ساشنز قبل العرس البيوتو ساشنز او ما بتفضل؟ أنا بيرسون الي بقدمها عطول للعرسين بلا تتعرف على العروس تتعرف مي جاي لعندها يعني بس نوصل لعندها للعروس ما تتفاجأ حتى أنا بعرف شو بتحب شو ما بتحب ده تكون قادرة عم بتمشمعوشو حلوة هالصورة يعني في هالصورة يلي بتحسن عن جد طابلو وفي هالصورة يلي قابلة كتير ناترال صح يعني تقدر تكون عم تروح من السوبر هيك مصفصف للسوبر كاجول يعني من البيوتي شاتس للويد عنجل لكل شي كله 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 من صوره بالعرس أنا بصور كل شي بس اللي أنا بحب أعرضه هو اللي عم بتشوفيه هو جمال الصورة مش جمال العروس بس العروس بتزعل ازالتلا هيك لأني كلهم حلوين بس أنا بفضل أعرض جمال الصورة مع العروس الاثنين صح هذا بري ويدنج حلو كتير مش معقول شو مود أجنبي على الآخر يعني البري ويدنج بساعد العروس لتكون مرتاحة بالتصوير نهار العرس أكيد يعني بكون تعودتوا على بعض قدرت تعرفيه أي بروفيل يمكن أي كادر بتحب أي لون ما تحب وشو هي كيف تكون مرتاحة هيك ما عنا وقت نضيع نهار العرس نحنا لنجرب 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 قبل بأداب تعملوا التصوير قبل العرس أنا بفضل يكون قبل بشهر شهر ونصف آه قف هل قد؟ بركي غيرت اللوت ما اسمه سيف زي ديت هون هالمومنت اللي عم تلقتون كمانا قدي حلوين بتغير كتير بالصور يلي بدون يروحوا على ألبوم العرس يعني إن كان من ناحية الكولورينج أو من ناحية الإفاكت أو غيره أو بتفضل تتكون عطول بفضل أنا أقنع العروس إنه نضل على على الريل كالرز وفوتوشوب الماينر فوتوشوب مروا على البرترات شر القوي اللي بيغير له معالمة للعروس بينطلب كثير في ناس بيكون حابة بس سيفاستيان كمان اليوم بتقنيات التصوير يمكن يا بتكون عايز كثير فوتوشوب يا بتكون مش كثير بحاجة لفوتوشوب حسب اللايتينج وحسب الطريقة اللي بتصور فيها حسب الكاميرات إذا عم نحكي أعراس إذا الميك أب مساعدني كثير أنا منا بحاجة لفوتوشوب أهم شيء برجع على كلامي أهم شيء بالتصوير هو اللايت فيه كمان الأنجلي اللي انت بتختاره إذا كان الضو مناسب إذا كان الديكار كمان كله بفتكر كثير دليكة صدقيني إنه نحنا بس ننزل على فانيو عم نصور بفانيو إذا اللي أهم شيء عندي أنا اللايت إذا عم بتعاون أنا واللايتينج مظبوط بحيالة فانيو بحيالة لوكيشن أنا رحكون عم جيب نتيجة كثير حلوة بالكليبات عم بتاخدوا أكتر ولا بتفضل الأعراس ولا شو لكن ما عندي شيء مفضل على شيء برجع بإليك الأعراس أصعب بتاعب الأعراس بتاعب شوية صغيرة وكليبات اشتغلنا كتير اشتغلنا كتير خاصة أنا حسيني اشتغلنا كتير سباستيان غسين مؤسس شركة كري آرت أبعاً مرأوا كل العنوين على الشاشة أرقم التليفون وكل السوشيال ميديا تابعكم جود لك لألكون إن شاء الله دايماً الأفراح بدياركم بديارنا كلنا غامرة إن شاء الله دايماً أشتغلنا كتير إن شاء الله دايماً أشتغلنا كتير اشتغلنا كتير